قتل مواتن إسرائيلي الليلة الماضية في عتداء صاروخي انطلق من قتاح غزة واستمرت طيلة نهاية الأسبوع واجتمل على إطلاق عشرات الصواريخ على التجمعات السكنية ومدن في جنوب إسرائيل حيث يسكنوا نحو مليون مواتن إسرائيلي وانطلاقا من الإحساس بالمسؤولية تجاه سلامة الطلاب وأمانهم فقد تقرر تعطيل الدراسة في المدارس ورياض الأتفال اليوم حكام غزة يهيمون أنفسهم ويعتقدون بأنهم سيتمكنون من خلال إطلاق صواريخ على إسرائيل من تحسين أو دع الفلسطينيين في غزة غير أنهم مخطئون بطبيعة الحال إن الصواريخ التي تسقط على منازل سكنية في أجدود وأشكلون تشكل قضية يتواجب على حكومة إسرائيل إيجاد حل لها أما من ناحية الفلسطينيين فإن إطلاق الصواريخ لن يسهم بأي شيء في حال القضية الفلسطينية كما لا يكنعنا بأن الفلسطينيين قد أصبحوا ننذجين لأن يديروا كما يلزم دولة خاصة بهم ستعيش بسلام إلى جانب دولة إسرائيل غير أن ما يقلقنا فضلا عن الصواريخ هو السكوت محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية حيث كان يتوكع من عباس استنكار إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل علما بأنه كان فعل ذلك في الماضي حيث أدل بالتصريح مرة قال فيه إن إطلاق صواريخ على إسرائيل هو سياسة حمقاء لا تعود بالفائدة على الفلسطينيين بل تبرر عمليات عسكرية من قبل إسرائيل ضد غزة إطلاق صواريخ على إسرائيل لا يجدي الفلسطينيين نفعا فعباس يدرك ذلك والعديد من عبناء الشعب الفلسطيني يدركون ذلك أيضا فما رأيكم أنتم بذلك؟